أعرب رئيس البرلمان العربي عدل بن عبد الرحمن العصومي عن تقديره لدور الهام الذي تقوم به البعثة الدولية للجنة الصليب الأحمر بالقاهرة لدعم الجهود الإنسانية والإغاثية والعمليات الإنسانية في مناطق النزاع بالمنطقة ودعا كذلك إلى ضرورة تكاتف جميع الجهود العربية والإقليمية والدولية من أجل حل هذه النزاعات جاء ذلك خلال استقبال رئيس البرلمان العربي ممثل البعثة الدولية للجنة الصليب الأحمر وسمى ممثل البعثة الدورة الحيوية الذي يلعبه البرلمان العربي لدعم الدول التي تشهد نزاعات بالمنطقة العربية معربين عن تطلعه المتعزيز التعاون بين البرلمان العربي والصليب الأحمر بما يساهم في تقديم الخدمات الإنسانية للدول التي تعاني من ويلات الحروب والصراعات